السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم عزيزان المشاهدين اللقاء ده هتكلم معاكم عن رؤية الزوجة إن زوجها تزوج عليها داخل الرؤية واللي بتدل على الأخبار السعيدة لها وهنشوف مع بعض أول رؤية وهي إن المرأة المتزوجة في الواقع ونفسها في الحمل والإنجاب وشايفة رؤية في المنام إن زوجها تزوج عليها من واحدة تانية والواحدة تانية دي كانت هي الزوجة نفسها هي هي فالرؤية هنا هتكون دلالة لها على قرب الحمل والإنجاب وأيا كان نوع المولود ذكر أو أنسة كما قدر الله سبحانه وتعالى طيب ونقول كمان إن المرأة المتزوجة وإن شافت رؤية في المنام إن زوجها تزوج بامرأة تانية غيرها داخل المنام وكانت الزوجة التانية دي امرأة جميلة وجسمها مليان شوية فالرؤية دي هتكون دلالة لها على الخير والبرقة والرزق اللي هيعم عليها وعلى زوجها السنة دي وإنهم كمان هيحققوا الأمان والأهداف اللي كانوا بيتمنوا من زمان إنهم يحققوها وحيحققوها في السنة المقبلة دي وهنقول كمان المرأة المتزوجة وإن شافت رؤية في المنام إن زوجها تزوج امرأة أخرى عليها وإنه كان يوم زفافهم وشافت بقى الزوجة التانية وهي فستان الزفاف أو فستان الفرح يعني فالرؤية هنا هتكون دلالة لها إن الفترة المقبلة في أخبار سعيدة وجميلة أو بمعنى أصح في مناسبات سعيدة جاية ليهم داخل محيط الأسر أما بقى أن المرأة المتزوجة وإن شافت رؤية في المنام إن زوجها تزوج عليها امرأة أخرى داخل الرؤية وكانت الزوجة التانية لبسة فستان صهرة وكان لونه اسود فالرؤية هنا دلالة لها على ترقية زوجها في العمل أو في وظيفته أو إن كان بقى بيعمل لحساب نفسه فالرؤية دي هتكون دلالة لها على نجاح أعماله وتجارته والربح منها طيب وهنقول كمان وإن المرأة المتزوجة وإن شافت رؤية في المنام إن زوجها تزوج عليها من امرأة أخرى وكانت الامرأة الأخرى دي كانت غنية فالرؤية هنا هتكون دلالة لها لإن فيه رزق وأموال جايين ليهم في الطريق أو جايين يعني لزوجها بالأخص ولكن هي كمان هتنتفع بيهم والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم وأسعد الله دائما منامكم وشكرا لكم وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله